الفنانة حياة أنديل أو زي ما كانوا بيطلقوا عليها صمراء السبعينيات موليد 1951 كانت متميزة بملامح هادية وبريئة خطفت الأنظار لها عملت أدوار كتير في السينما والتلفزيون وبالرغم من أدوارها الصغيرة إلا إنها شاركت كبار الفنانين في أعمالهم ومن الأفلام اللي شاركت فيها سكوريني، دائرة الانتقام، السكرية، حتى آخر العمر وإمبراطورية ميم ومن آخر أعمالها الفنية فيلم ودي زكريات اتجوزت من الفنان فكري أبوزة أخو الفنان رجي أبوزة وأنجبت منه بنتها الشيماء وكان فكري أبوزة من نجوم السينما المصرية في الثمانينات والسبعينيات واستمر في الوسط الفني لحد مطلع الألفينيات وتوفى سنة 2004 وقررت الفنانة حياة أنديل اعتزال الوسط الفني بسبب جوازها من فكري أبوزة عشان تتفرغ لحياتها ربنا يمنى عليها بالصحة والعافية